نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا لأن رمضان يجمعنا السلام عليكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة اليوم كيفما كتشوفوا معي جيت نحضر معكم هذا الطبق ديال الحوت الفرخ مع الخضر اللي كيجي الغزال بواحد طريقة ديال الحوت اللي كتجي رائعة خليكم معايا من أول الفيديو حتى الآخر ديال الفيديو باش تشوفوا معايا جميع المراحل وندوزوا نبدأوا على ببركتي الله هنا يافئينا ضفت نص حامضة اللي عصرتها وغادي نزيد معلقة كبيرة ديال الصوجة بالنسبة للصوجة كسبقة اختيارية غي هي كتبنن هاد الشرمولة ديال الحوت عندي القليل من الملح حيث الصوجة كشكون مالحة كذلك القليل من الإبزار وراس معلقة صغيرة ديال طوما غبراء كذلك معلقة صغيرة ديال البسلاء غبراء ممكن تعوضوا طوما هك ó LI هك ب طريقية حكوها وبالنسبة للمنسيمات ممكن تنزيد زعتر وعندي هنا الحوث ديال الفرخ اللي مقطع شرائح كيف ما كتشوفوا معايا وغادي نبدأ نشرملو في هاد الشرمولة صدقوني راح كي يجيب بنين ما تقنعوش منو غيجربو هاد الطريقة كي يجي رائع وانا متأكدة ان شاء الله اللي جربتوه بهذا الطريقة غادي نال اعجب ديالكم نوعو هكا مرة كنديرو في الفران مرة في طويجنات وبها الطريقة هادي راح كي يجي رائع صافي هنايا من بعد ما شرملتو غادي نغطيلي بوحد البلاستيك الغذائي وخليوه يرتاح باش يجي يكون بنين باش ما رتاح مزيان باش ما احسن انا هنايا راح تقريبا خليتو ربعة سويع وهو يفتلاجة ارتاح مزيان وشرب ديك الشرمولة وهنايا ندوذو غنناخد عنديو حد الكمية ديال البروكولي بالنسبة لكم تمالاب في الحوت ولا في الخضار راح تديرو الكيمية اللي غادي تكفيكم وعلى حسب عدد افراد العائلة هنا اخذت واحد الكمية ديال البروكولي زدت لها المال كافي اللي غادي تسلق فيه وغادي ندير واحد شوية غي شوية رشيشة ديال الملح وغادي نخليه يتسلق غي شوية ماشي بزاف غير نسلقة حيث ما زال غادي نسوطيه مهم ما تخليه وشي تسلق بزاف تخليه غير نسلقة وهنا من بعد ما سلقته صفيته من الماء ذاك المال اللي كان فيه سخون وخويت عليه مباشرة سلمع بارد باش يبقى محافظ على اللون دياله ويبقى خضر كيف ما كتشوفه معايا هناخديت واحد المقلة وقدرت ليها تقريبا معلقة كبيرة ديال الزبدة مع شوية ديال الزيز وحطيت فيها هاد البروكولي كيف ما كتشوفه معايا اللون دياله وبقى خضر بقى محافظ على اللون دياله وما تتغيرش غير من اللي تحيده كيف قلت لكم من ذاك المسخون خوي عليه مباشرة المبارد هنيزت واحد شوية تقريبا معلقة كبيرة ديال الصوجة كتجي هاد الصوجة كتجي اغزالة في هاد البروكولي وخي يكون ما كيجبكمش البروكولي بهاد طريقة غادي تاكلوه وزيت رسمع القصغيرة ديال الثومة غبرة وممكن الثومة غبرة تعوضوها بالثومة عادية في الاول منيك تديرو الزبدة قتحكوا واحد الثومة وتخليه هاتقلة معادي كزبيدة عاد كنزيدو البروكولي وزيت القليل بين الابزار والقصبر والمعدنوس وغادي نخليه يتسوطى ليا هاد البروكولي شوية وغادي نطفع ليه كيجيب هاد طريقة رائع وبنين وهنايا عندي بطاطة وخيزو لتهو مسلقتهم وصوطيتهم نفس العملية اللي درت البروكولي غيهو ميا ما درتش فيهم الصوجة ودابا ندوزو باش نقدو الحوش ديالنا من بعد مرتاح ليه كيف قلت لكم اربعة ديال الساعات خضيت المقلة ديالي درتش فيها معلقة كبيرة ديال الزبدة وزيت واحد شوية ديال الزيت وغادي نخلي تتدو بلي هاد الزبيدة كيف شو معايا ضفصغي شوية ديال الزيت باش ديال الزبدة ما تتحرقش لنا ضروري كنزيدو معاها شوية ديال الزيت ومن بعد اما كتضب لنا ديال الزبيدة فافي كنزيد كنبدو نحطو دوك الشرائح ديال السامك او ليستيك كيف ما كتشوفو معايا وعلى نار اللي كتكون متوسطة مشكونش النار مجهده باش ما تخطفش لنا هاد الحوز وفي الاخير كان نضيفو ديال كلاسوس اللي كان مشرمل فيها الحوت وكنخليوه يبقي طيب بالنسبة للحوت تراها متخليوش يطيب بزاف ضغياء انا غنحييدو ما ديش نخليه يطيب بزاف نموهم اللي كتقلبوه وكتلقوه اللون تاعد تغيير يعني طيب كيف ما كتشوفو معايا في الفيديو سوفي كانقلبوه على الجهة الاخرى ونخليو حتى يطيب من ديك الجهة الاخرى وكيف قلتليكم ما تطيبوش بزاف باش ما يجيكم شناش في الماكلة وكيف ما كتعرفو الحوت خصوصا هاد النوع ديال الحوت راه ضغياء كي طيب ما كي ياخدش نهائيا وقت بالاخص انا خلينا هرتاح في ديك الشرمولة وبالاخص الى كان في الموجة راه ضغياء كي طيب هنا يصفي من بعد مطبلي الحوت غادي نحييدو من هاد لاصوس هادي كيف ما كتشوفو معايا وهنايا في هاد لاصوس غادي نزيد واحد الكمية ديال الشامبينيو مع اللف وكيف قلتليكم من قبل رانتو ما الكمية غادي ديرو اللي غادي تكفيكم من طبيعة الحال على حسب عدد افرد العائلة ديالكم صافي هنايا غادي نخلي هاد الشامبينيو حتى اه تصوطها ليم زيان في هاد لاصوس من بعد غادي نزيد الكريم فخيش او الكريمة السائلة غادي نزيد الكيمية اللي غادي تكفيني الكمية ديال الحوس بالنسبة لهاد الكريمة السائلة عندي فيها 20 ميلي لاتر انا مادرت هاش كاملة تقريبا نزيد تقل من نص ديالها وراه كفاتني الكيمية اللي عندي ديال الحوس صافي هنايا غادي نخليها فق فق عافي اللي تكون مهيلة موهيم تكون بين وبين لا تكونش مجهدة بزاف باش ما تختفش لنا هاد الكريمة وتعقد على خطرها كي بقوت لكم غا نخليها احتى تعقد انا من بعد ما الكريمة ديالي راهبتش كتعقد غادي نزيد ليها اخر حاجة هو الفرماج الحمر كيختر هاد لاصوس وكتجي معلك وكتجي بنينة صدقوني كتجي رائعة كنتمنكم تجربوها ان شاء الله صافي هنا ضفتوا واحد الكيمية ديال الفرماج الحمر وغادي نحركو نبقاها كنحركو حتى نحس بيدا وديك ساعة غادي نطفي على لاصوس ديالي وغادي تكون واجدة عندنا لاصوس باش غادي نسقيو داك الحوت وهنا من بعد كيف كتشوفوا معايا من بعد مصوطة الخضيرات ديالي والحوت كيجيو الالوان يا سلام هنا قديت واحد تبصيل وغادي نوضع فيه هاد الحوت ديالي كيف ما كتشوفوا معايا موهم بالنسبة لتقديم ديالكم راه كيبقى لكم الاختيار وكيبقى كيفاش كاسبغلوا تقدموا الطبق ديالكم وكيف كنقول لكم راه العين كتاكل قبل من الكرش داروري كنشوفوا بعينينا عادة كنشوفوا الماداق انا قدمته بهذا الطريقة هادي كيف ما كتشوفوا معايا تعفوهم من بعد في الاخير كنزيد هاد لاصوس من فق الحوت وصدقوني هاد الطبق راه كيجي ماشي غير رائع اكتر اكتر من رائع كنتمنى تجربوه وين الاعجاب ديالكم ان شاء الله وهنا في الاخير غادي نزيد واحد شوية ديال فرماج محقوق وهنا كنكونوا وصلنا النهاية ديال فيديو ديال اليوم ما بقى اليغين نقول لكم الى وصفة اخرى ان شاء الله نخليشكم على خير السلام عليكم نوصل اهلا لان رمضان يجمعنا لان رمضان يجمعنا اشتركوا في القناة